فترة زمنية طويلة ظل خلالها ملاك المخابز والأفران ينتظرون لعلها تأتي بشيء جديد فيما يتعلق بتحسين الظروف الاقتصادية واستقرار العملة الوطنية إلا أن تلك أماني وأحلام لم يتحقق منها شيء حينها بادر أصحاب المخابز والأفران إلى رفع تسعيرة خبز قوالب الروتي إلى 50 ريال للقرص الواحد وهو ما زاد من حجم المعاناة وأثقل كاهل المواطن الآن 2 روتي ب100 يعني وكل شيء غالي الواحد الزبادي بثلاث عيش نقول لك يعني نطالب يعني نشتيهم من نقل يخبضوا نحن العملة ويعملوا حل للتقار إنهم يعني رقابة للمحلات رقابة للتقار إنهم ما يجدوا السعر يعني الآن في فرق ما بين دكان بمحل ومحل ما بين بقالة وبقالة ما بين سوبر ماركت سوبر ماركت الغلاء غلاء فاحش خاصة في العام هذا ونجنصا عن أصحاب الأفرام المحلات الصغيرة التقارية ويقول لك علي أنا غالي شراء ولكن نطالب من الدولة بمحاسبة التقار الكبار أو النزول عليهم بالتسعيرة الرسمية حتى أن يصبح المواطن والصعب المبيعات الصغيرة في مشاقرات ومهاترات ونطالب من الدولة بالأمر الاستقرار ومعيشة الناس وصرف المعاشات وهذا ربنا يفقنا هنا من شاء الله ولكن الشعب تعبان نكدان ظروفه صعبة أنا الآن أقض إذنين رويتين مالك بالأولاد إذا معي ستة سبعة أولاد قصار معاجي خمسة عجلال ما يكفي حتى لا تسعيرة جديدة ومعاناة هي الأشد ضررا على المواطنين يرجع ملاك المخابز والأفران أسبابها إلى زيادة أسعار المواد الغذائية ودقيق القمح هنا أصحاب المخابز نعاني من غلاء في الدقيق في الزيت في المحسن في الخمير في العلاقين في الحطاب في الإيجارات في كل شيء المواطن يهتمهنا هنا أن نرفع القرص الروتين فلهذا المواطن الواعي فهم بكل شيء لكن بعضهم يقول أنه نرفع القرص الروتين وهذا ليس منه قرص ونص بمية طيب يخارج من؟ على حسن من هذا؟ من سعر لهما هو القرص ونص لحين التجارة شوف صاحب البقالة يبكر الصباح ما يفتح لك ما يقول لك يباع عليك إلا بعد ما يتصل تلفون بصعب العملة معهم رقم مجاني طيب أنا ما أستلم شاكل لا سعودي ولا دولار ولا جنيه أستليني أنا أنا أستلم ريال يمني أقول عنده أقول للسعودي الدولار السعودي الدولار طيب على حسن من هذا؟ أسباب كثيرة ألقت بظلالها على حياة ومعيشة المواطن البسيطة يعيش حياته بين معاناة الانتظار ومرارة العيش الذي يفتقل لأبسط مقومات الحياة بما فيها رغيف الخبز هناك أسباب كثيرة ومتداخلة مع بعضها البعض أدلت إلى هذا الواقع وليس من السهولة أن يتم معالقتها في إطار قرارات أو في إطار خطوات معينة البلد بكل يحتاج إلى عملية سلام يحتاج إلى إعادة الصادرات في البلد يحتاج إلى عملية التنمية يحتاج إلى إعادة إعمار يحتاج إلى كثير من الأساسيات التي بإمكانها أن تعود التنمية عقلة التنمية من جديد وليس بإمكان قرارات لحالها أو خطوات معينة أو إعلانات أن تعيد الوضع إلى ما كان عليه بعد سبع سنوات من الحرب والدمار والخراب هكذا يعيش المواطنون في عدن وغيرها من المحافظات اليمنية حاملين هموم حياتهم ومعاناة عيشهم التي تتفاقم يوما بعد آخر جرى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وتهاوي قيمة الريال اليمني إلى أدنى مستوياته أمام العملات الأجنبية